عقب حراك سياسي أمريكي غير مسبوخ وفي محاولة لإبعاد شبح الحل العسكري عن مدينتي سيرت والجفرة شمل كافة الدول المعنية بالملف الليبي المجلس الرئاسي يعلن عن تعليق كافة العمليات العسكرية في البلاد ويدعو لتصدير النفط الليبي وجعل منطقتي سيرت والجفرة من زواعتي السلاح إعلان الرئاسي تزامن مع إعلان مماثل من عقيل الصالح طالب فيه وقفا كاملا لإطلاق النار والتزامه بحل نزع السلاح في سيرت وفك الحصار عن الحقول والموانئة النفطية فضلا عن خراج المرتزقة لجانب من أراضي الليبية الخطوات اللافتة نحو إيقاف الحرب والبدء في تأطير الحلول السلمية والسياسية تنتهي بانتخابات تشريعية وبرلمانية لقد ترحيبا سريعا من ممثلة البعتة الأممية في ليبيا استفاني وليامز مبدية تفاول كبيرا إزاء هذه الإعلانات دعية إلى أن تضع نهاية للأزمة الليبية وعشية هذه الإعلان كان وزيراء خارجية تركيا وروسيا قد اتفقا على مواصلة المشاورات من أجل تسوية دائمة للأزمة في ليبيا عبر الحلول السلمية وتحييد منطقتين سرد والجفرة عن أي نزاع مسلح وتأتي هذه الخطوة بعد مشاورات مارثونية مكثفة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها في ليبيا على مدى ثلاثة أسابيع بدأها من طرابولس وبني غازي ثم أنقر مرورا بالقاهرة وكان يعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بدعوته عقيلة صالح إلى اللقاء في المغرب وقابول الأخير للدعوة أولى مواشرات هذا التقارب بين الأطراف الليبية ومع هذا التقارب في وجهات النظر بين الفرقاء لا يزال الليبيون ينتظرون فتح نافدة أمل تطفي نار الحرب المستعرة في ليبيا منذ سنوات في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد ووضع اقتصادي يزداد سوءا كل يوم